وصفتنا لليام مثل التوت الأزرق والليمون في خلاط المحضرة حضرت الخفاءة وأضفت السكر والزبدة والبيض والفانيليا والزبادي وبرش الليمون وعصير الليمون كمان وأضفت الحليب ورح نخلط المكونات عندي هنا رح أحط المكونات الجافة طحين وملح وبيكينج سودا وبيكينج بودر رح نخلط المكونات سوا بعد عند رح أضيف على التوت شوية طحين عشان ما ينزل في القاع ونضيفه على الخليط ونقلب رح نوزع الخليط بورق الزبدة الخاص بخبز المفن حنوزع توت على الوش رح أسوي كرمبل طحين وسكر ورشة ملح وزبدة وممكن أينك هلو تحبه رح نوزع الكرمبل على الخليط ونخبزه بفرن ساخن على 180 درجة مقوية تقريبا أخذ معايا 25 دقيقة حسب فرنك أنا ولعد فوقه تحت لأنه فرني في مروحة لو تشموا الريحة رائع بكل معنى الكلمة من أروع أنواع المفن الممكن تجربوها